خلاص كلنا حتسمع نفس الكلام رغم ان جاء بيقرأ من عنوانه الا ان فيه عايزين ما نتعجلش لان فيه مواقف لسه ما تعرضش فيها ما نعرفش هتسرب فيها ازاي زي ايدي الملاحظة اللي كلنا متفقين عليها اللعيبة بتلعب بمزاج عالي وباستمتاع طيب اللعيبة بتلعب بمزاج عالي واستمتاع وده اللي عمله المدرب لكن زي ما انه انت سعدل اشار فيه رأي فيه رأي موضوعي كمان ما نستعجلش في الحكم بس ما نستعجلش في الحكم ليه هلا انه المسألة لسه بادري ولا المنافسين اللي لها لكسبهم سواء في السوبر او افريقيا او في الدوري ما هماش بالمستوى نشوف الرأي الكابتن جمال عبد حميد ونشوف الرأي الاخر زي متك ارائك في فيلر المدير الفني للنادي لك اعجلش اه اعجلش يعني ما استعجلش اعجلوش يعني شفر يعني الجاوب يبان من عنوانه يا كابتن يعني ايه ما استعجلش استعجلوش ايوه يعني ايه استعجلولي برضو برضو ما استعجلوش يا كابتن يعني ايه ما استعجلوش استعجلوش انا عارف ان انا في جئتك بالسؤال فاكر انت ميتش وما كسب كاس مصر من بيراميدز اقوى فينا في الدوري اه قلتلكم استعجلوش استنى ست سبعة متشات اما نشوف يلعب فرق فرق متنوعة فرق بتلعب زون فرق بتلعب هجوم فرق بتلعب مفتوحة فرق مقفولة نشوف ايوه ما استعجلوش دي ما استعجلوش دي من نزعة زملكوية ولا من نزعة فنية لا فنية اه فنية يعني راجل مش عاجبك فنية لا انا عاجبني جدا لحد دلوقتي ما هما استعجلوش بس مش عايزين مش عايزين انه اصلا انا عارف لا هو مش داريان بي يعني هو راجل شغال ما شاء الله يعني هو راجل شغال هو مش قاعد يعني فايلار بس انا عارف لأ احد يصعفين الكبار جدا اه جدا اللي انت تحترمهم وانا بحترمهم ان بيقول ان الاهلي عمره ما هيتغلب تاني مع فايلار لا مفيش في الكرة كده اه اه بعد الحلقة هوريك هوريتك كادم كده خلاص الاهلي مش هتغلب تاني طول عمره خلاص الاهلي ان شاء الله واصل كسر لا انا بخلمك على رؤيتك لمدير فني جي لعب في افريقيا لعب كالسوبر لعب في دوري انا مش عارف انا حس ان انا بقول حاجة غلط لا 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 والله بتقول عاجة كويس مدرب كويس بس كل الناس هجمته قبل ما ييجي ايوه وعند كل الناس قولوا ايه ظلمناك احنا اسفين اسفين يا فايلر مش عارف ايه يعني ايه في ايه ده لسه ما كل الفرع اللعبات اللي لعبها مش هي ما ولعبش لسه الاسماعيلي ولا المصري ولا البقصة ولا سموء ولا الفرع الكبيرة ليه ما هو لعب الزمالك لا ما هو اول ما طب ما زمالك طب ما متشو لعب ببيراميز اه متشو لعب بيراميز ايو بس راجل لعب الزمالك اللي عنده اونجمه وبين شرقي وبين غربي وفرجاني خلي كلم في دولك دلوقتي بس ايه بس ايه بس هزيولك ان الزمالك متشو ما جيه اول ماتش ليه لعب بيراميز اللي هو كسب الاهلي والزمالك وكسب الزمالك وكسب بيراميز طيب مهيب عبدال يعني الكابتن جمال عبد حميد مصمم ما تستعجلش وانا معا ما يستعجلش بس هو اللي كان استعجل على الفكرة وليه الفيديو التاريخي بتاع الزمالك ياخد الدوري وابقى مليش دعوة بالكورة ومليش علاقة بكورة القدم لو الزمالك ما يخدش الدوري ده الموسم اللي فات فالرجل واضح انه هو لا هو طريق بيقوله ما استعجلش ما استعجلش لا بيقوله ما استعجلش ما استعجلش كل ده مات يعني زي ما يكون منتظر واقع طيب يعني هو الفكرة زمالك كسب بيراميز والاهل يكسب الزمالك هو احكيت ما قابلش فرق جامدة هون وما ليه ليه تملي مش مصنفين ان الزمالك فرق جامدة ده اقوى فرق ده اللي لعبت يعني صحيح بعد الاهل اقوى فرق صحيح ومعها بيراميد يعني لكن فاحنا لعبنا ولعبنا سموحة ولعبنا الانتاج ولعبنا اسوام في عز الحرب الله وقت ايه عدم ايه كلمة التي تبخس الاندية حقاها وبعدين لما يجوا عندي الزمالك وقولك ما هو الزمالك خسر من اتعادل مع F.C. مصر ما هونها دي في الدورة ممتاز الله يا عم احنا ايوه احنا بنقول ايوه امسكك من ايه ده بالعكس امسكك من ايه يعني عايزين كل الناس تحترم الاندية بالضبط بالضبط احنا انا مندهش من من ان ملعبش حد ملعبش يعني نجي كسب اسوان وكسب الزمالك وكسب تلات ماتشات في الدورة وكسب الانتاج وماتش في السوبر اه اربع ماتشات وبصرف النازل انا متطفق ما نستعجلش حاضر